طبعا يعني أكيد لها تأثير سلبي كبير على اللعيبة لكن زي ما أقولت لكم من شوية ده ما يبررش الهزيمة من سانداونز لأننا بالفعل كان عندنا أخطاء فنية بالفعل كان عندنا كتير من الملاحظات كتير من التحفظات اللي هنحاول على قدم ربنا يقدرنا أن احنا نفصصها كده ونفندها مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهاردة وخصوصا تاني في الفقرة الحوارية بس خلينا نستعرض نشوف الموقف حاليا العامل ازاي موقف النادي الاهلي حاليا في مجموعته بعد اللي حصل مبارح كده بيكون سانداونز هو المتصدر للمجموعة برصيد عشر نقاط وبطبيعة الحال ضمن التأهل لدور التمانية يليء الاهلي والهلال والمريخ التلاتة متساويين مع بعض برصيد أربع نقاط لكل منهم يعني المنافسة مشتعلة على أشدها على المركز التاني اللي حيأهل لدور التمانية طبعا مع سانداونز بدون النظر بقى لأي نتائج أخرى الاهلي ما قداموش غير ان هو يكسب المتشين اللي جايين المتشات اللي جاية مع المريخ والهلال لضمان التأهل أي كلام تاني أو أي حسابات تانية لا وقتها ولا عايزينها زي ما بنقول دايما الاهلي علمنا ان احنا نواجه نفسنا بأخطاءنا ونشتغل على معالجتها عشان نضمن الاستمرارية ودي تفصيلة من ضمن مجموعة كبيرة من التفاصيل اللي بتشكل في نهاية الأمر شخصية البطل لا يصدر مبررات ولكن بنعمل اللي علينا ويقورة في ملعبنا بتكون في أغلب الأحيان ودائما وأبدا جماهير النادي الأهلي وراء فريق النادي الأهلي وعندها ثقة ملهاش أول ولا آخر في لعيبة النادي الأهلي وفي جهازه الفني وفي المدرب وان شاء الله متأكدين ان احنا نتأهل بإذن الله عشان نكمل في مشوار الحفاظ على اللقب القري اللي أصبح هو الآخر محبب لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان